وهرجع أقول تاني نفس السؤال لصالح مين الكلام اللي بيحصل طب انتوا فكرتوا في الكلام ده ازاي بجد أنا يعني يمكن في حالة زهول ساعة ما قاريت من القرارات اللي بيتخذها النهاردة مسؤولين لجنة الخمسية تحديدا وكلها ضد الأندية المصرية وبالمناسبة مش النادي الأهلي زي ما قلت بس وإحنا هنا يعني بنتبت لحضراتكم بالتواريخ احنا حقيقي في كارتة ولازم اتحاد الكورة يفوق لأن النهاردة المعلومات اللي عندي ان انت متمسك يا اتحاد الكورة بقراراتك وما فيش اي مرونة علشان تصحح انا في اعتقدي انه ده خطأ وخطأ هيرتكبوه في حق الأندية المصرية فده ازاي هيحصل وده المفروض ان حضراتكم يعني تسهلوا من مهمة الأندية المصرية يعني انا مش فهمة يعني مش فهمة فكرة ان انت كاتحاد الكورة او حتى لجنة خماسية زي ما تسميها بطرع مصالح الأندية مش تقف ضدهم فدي حاجة غريبة جدا ودي رسالة لمسئولي اتحاد الكورة يعني يستقيموا يرحمكم الله